كل الارقام التي تحصي مأساة اليمنيين تشير الى ناحية واحدة اليمن بعد عامين من الحرب تعيش واحدة من اسوأ كوارثها على الاطلاق ثلاثة ملايين نازح داخليا واربعة عشر مليون شخص بحاجة ماسة للغذاء هذه احدث الارقام الصادرة عن المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن وفي الاحصائية التي شاركت في اعدادها كل من المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اكدت الارقام ان النزوح الداخلي في جميع انحاء البلد ارتفع بنسبة 7% منذ ابريل الماضي وسط تصاعد الصراع وتفاقم الاوضاع الانسانية وانعدام الافق بالنسبة للحل السياسي الارقام المفزعة التي تتصاعد كل يوم في تقارير المنظمات الدولية دفعت اكثر من مسؤول اممي الى التحذير من الاستمرار في تجاهل الوضع الانساني في اليمن والاكتفاء باصدار البيانات وهما يحدث منذ عامين وعلى الهامش تقول التقارير ان 80% من السكان قد تأثروا بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الحرب مع تأكيد انهما من منطقة في اليمن لم تتأثر بالحرب حسب قول المفوض السامي لحقوق الانسان في اليمن جيمي ليدريك الذي كان يحذر قبل ايام من اختفاء اليمن من رادارات العالم وهو ما دفع انفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الى القول في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ان على المجتمع الدولي واجبا قانونيا واخلاقيا باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة ليأس المواطنين في اليمن ومع كل هذه الارقام المروعة والدعوات لانقاذ اليمنيين من مأساتهم التي ساقتهم اليها حرب الميليشيا لا يبدو ان التحرك الدولي يتناسب مع الازمة القائمة ولا تزال الاستجابة الدولية دون المستوى كما يؤكد القائمون على تلك الجهات انفسهم